في هذه الانتفاضة هذه الانتفاضة كانت انتفاضة شعبية مدنية إعلامية سياسية لم تكن عنفية ولذلك أنا أعتقد أن هذه الانتفاضة هي تجربة مهمة جدا أثرت في حياتي أنا بشكل شخصي وأيضا هذه الانتفاضة يعطتنا بعدا جديد وعطتنا أفق جديد بأننا من خلال هذا العمل السلمي الشعبي نستطيع أن نصل إلى تحقيق أهداف سياسية وبالتالي أنا أعتقد أن الانتفاضة الأولى هي التي جاءت بالسلطة الوطنية الفلسطينية هي التي جاءت بالفلسطيني من الخارج بصرف النظر عن اتفاق أوسلو أنا عندي وجهة نظر في اتفاق أوسلو ولكن أنا بشوف أن الانتفاضة الشعبية السلمية غير المسلحة هي أفضل وسيلة من أجل تحقيق الهداف الفلسطينية ماذا كان دور حاتم عقل قادر بالانتفاضة؟ بالانتفاضة الأولى شكلنا قيادة موحدة هذه القيادة من كل الفصائل الفلسطينية من حركة فتاح من جبال شعبية من جبال ديمقراطية من هزب الشعب من حركة فداء حاولنا أيضا أن نضم حركة حماس إلى أنه للأسف حماس لم ترغب بالانضمام إلى القيادة الموحدة وهم آثروا أن يكون لهم برنامج خاص مختلف عن برنامج القيادة الموحدة لأن القيادة الموحدة كانت هي برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي عندما فشلنا أنه نضم حركة حماس صرنا على الأقل نصق الفعاليات مع حركة حماس بمعنى أن حماس كانت تصدر بيان والقيادة الموحدة كانت تصدر بيان يعني كنا نصق أن يحصل تضارب في أيام الإضراب يعني مثلا أنه إحنا نعلن إضراب في أيام معينة ما يكونش أيضا في أيام أخرى إضراب من حركة حماس لألا نثقل على كاهل المواطنين شكرا